أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم السائل حاء عين من الرياض يقول عندنا امرأة بها وسواس وهي حامل في شهورها الأخيرة وتقول إني أخاف من آلام الولادة فنصحناها وذكرناها بالله سبحانه وتعالى لكنها ما زالت تعاني من ذلك كثيرا فأرجو من فضيلتكم أن تقدم لها كلمة عسى الله أن ينفع بها جزاكم الله خير عليها أن تتوكل على الله وتحسن الظن بالله عز وجل تسأل الله أن يساهل عليها الولادة والولادة ولله الحمد شيء طبيعي في النساء فلا تخف من هذا وعليها أن تنظر إلى النساء وكثرة الولادة وتحسن الظن بالله عز وجل وذلك مما يذهب عنها هذا الخوف وكذلك عليها بالإكثار من ذكر الله عز وجل والأوراد الشرعية توكل على الله وحسن الظن بالله عز وجل